السلام عليكم إسرائيل هذا الشكل الاستهدافات الإسرائيلية جاءت باتجاه مدينة حلب السورية وواضح أن الضربات كانت مركزة من قبل الجانب الإسرائيلي واللقطات محدودة لهذه الاستهدافات كما نلاحظ بالنسبة لإسرائيل هنا استهدفت بالدرجة الأساس شمال غرب مدينة حلب السورية هنا باتجاه بلدة حيان تحديدا التي تسيطر عليها الفصائل المسلحة المقربة من إيران ونتحدث عن استهدافات لعدد من النقاط من ضمنها مصنع لصهر النحاس كانت تتواجد فيه هذه الفصائل الجانب الإسرائيلي هنا لم يحرك طائراته باتجاه البحر المتوسط ليحقق هذا الاستهداف تجاه هذه النقاط بسبب أن مدينة حلب نوعا ما تأتي في عمق الأراضي السورية وهذا يفتح الباب للمنظومات الرادارية السورية المنتشرة في هذه المنطقة مع المنظومات الدفاعية الخاصة بها من تشكيل تحدي واضح للصواريخ الإسرائيلية إن انطلقت من البحر المتوسط وبالتالي فرص إسرائيل في تحقيق أهدافها ستصبح أقل على هذا الأساس إسرائيل استغلت كل الضربات التي وجهتها تجاه المنظومات الرادارية باتجاه السويداء وعلى سبيل المثال كذلك أيضا بضربها للمنظومات الرادارية في دير الزور وعدم وجود أي منظومات دفاعية في البادية السورية بشكل عام بالتالي هذه المنطقة تقريبا ضعيفة على المستوى الراداري وإن كانت هناك منظومات دفاعية جوية لن تفعل الكثير تجاه إسرائيل بالتالي طائرات الإسرائيلية أخذت هذا الطريق الآمن الذي هيئته منذ ضربات السابقة لتتحرك بهذا الشكل باتجاه قاعدة التنف الأمريكية وبعدها لتتجه عبر البادية السورية ولتظهر فجأة إلى جنوب شرق مدينة حلب تظهر هذه الطائرات الإسرائيلية لتوجه هذه الضربات تجاه هذه المواقع في بلدة حيان شمال غرب مدينة حلب الضربة أدت إلى مقتر 16 عنصرا من الفصائل المسلحة مقربة من إيران 9 منهم من الجنسية السورية والبقية من الجنسية الغير السورية والجرحى 15 عنصرا نتحدث عن أكثر من 30 قتيل وجريح من هذه الفصائل المسلحة جراء هذه الضربة التي طالت مصنع النحاس الموجود في هذه البلدة بلدة حيان المثير بهذه المسألة أن وكالة أنباء الطلبة الإيرانية تحدثت أن هناك مستشارا للحرس الثوري الإيراني قد قتل جراء هذه الضربة واسمه سعيد أبيار إيران لم تعترف بهذه المسألة أو أصدرت أي بيان رسمي حول هذه القضية لكن هذه المصادر الإيرانية تتحدث أن هناك مستشارا للحرس الثوري مع هذه العناصر قد قتل جراء هذه الضربة وإذا ما حاولنا أن نتعرف على هذه النقطة التي استهدفت في مدينة حلب دعونا نقترب من مدينة حلب هذه مدينة حلب على مسافة 15 كيلو مترا باتجاه تأتي بلدة حيان هذه هي بلدة حيان وإلى غربها تحديدا تأتي هذه المنطقة التي ترونها وهي منطقة المصانع التي كانت هدفا بالنسبة لإسرائيل وإنتل تايمز الإسرائيلي أشار إلى أن هذا المبنى تحديدا هو مصنع النحاس الذي استهدف لنأخذ صورة واضحة لهذا الموقع ومن الوهلة الأولى ومن النظر إلى هذا الموقع من هذه الزاوية تحديدا تبدو زاوية هذا المبنى متطابقة مع ما رأيناه قبل قليل من طبيعة هذا الاستهداف على سبيل المثال ستلاحظ هنا بأننا أمام طريق ترابي واضح وكذلك تلاحظ أن هذه المنطقة نوعا ما مرتفعة هناك عامود هناك مساحة مفتوحة وهذا هو السياج الخاص بهذا المصنع وهذه المساحات المفتوحة والمصنع يسبح أكثر واضحا بالنسبة لنا لاحظ المساحة ولاحظ السياج لهذا المصنع وواضح أن المنطقة مرتفعة أيضا كما تلاحظ وهذا هو الشارع الترابي مرة أخرى بالتالي بالعودة إلى القمر الصناعي لنفس هذا المصنع سترى أن هناك الكثير من العلامات المتوافقة مع ما رأيناه قبل قليل في هذه الصورة رغم عدم وضوحها تلاحظ أن المنطقة فعلا مرتفعة نوعا ما وتلاحظ أن العامود نوعا ما يبدو واضحا هو ليس واضحا بهذا الشكل الكبير ولكنه ظاهر بهذه الصورة بالتالي واضح أن إسرائيل استهدفت هذه النقاط تحديدا بثلاث انفجارات أو بثلاث صواريخ وكذلك هذه النقطة قد ضربت أيضا كما هو واضح من هذا المقطع المصور وأدت إلى ما أدت إليه لكن هذا الموقع هو مثير للجدل بسبب أننا نتحدث عن مصنع للنحاس نقطة غير متوقعة بالنسبة للفصائل مسلحة مقربة من إيران أن تتواجد فيها وواضح بأننا أمام موقع سري ويبدو أن إسرائيل والموساد الإسرائيلي لديه معلومة عن هذا الموقع الذي استهدفه ولم تتضح حتى هذه اللحظة ما هي معالم هذا المصنع ولكن مرشح أن يكون مصنعا مهما بالنسبة لإيران ولفصائلها المسلحة ولكن أيضا لا بد من الانتباه بأن إسرائيل هنا يبدو أنها لا تستهدف فقط هذه الفصائل وأنما تعطي رسائل واضحة للفصائل بأن هذه الفصائل ليست آمنة في كل أنحاء سوريا هي ستستهدف من قبل إسرائيل في دمشق في جبهة الجولان في ألب كمال باتجاه دير الزور على طول نهر الفراد كذلك على مستوى تدمر في حمص في القصير أي نقطة حدودية بين سوريا وبين لبنان وكذلك باتجاه حلب التي تعتبر جبهة لا علاقة لها بإسرائيل وأنما جبهة هي متعلقة بمواجهة هيئة تحرير الشامي تحديدا جبهة مختلفة تماما ولكن إسرائيل يبدو بأنها تتابع هذه الفصائل أينما تحركت وأينما تواجدت المثير أن هذا الاستهداف جاء متزامنا مع هجوم نفذته هذه الفصائل المسلحة وحزب الله اللبناني باتجاه مواقع هيئة تحرير الشام بصواريخ بركان تحديدا يبدو أن إسرائيل وقد تكون إسرائيل انتبهت لطبيعة هذا الهجوم واستهدفت نقطة هذا المصنع تحديدا الذي قد يكون هو جزء من تصنع هذه الصواريخ المهمة للغاية بالنسبة لحزب الله اللبناني والتي تحدث دمارا كبيرا وضربها من الممكن بالنسبة لأجانب الإسرائيلي هو محاولة أضعاف الفصائل المسلحة المقربة من إيران في هذه المنطقة قدر الإمكان وزيادة فرص هيئة تحرير الشام والأطراف المعارضة للنظام السوري من استغلال هذه المسألة وكذلك لفت انتباه الجيش العربي السوري بين عليه النظر إلى ما هو قادم في هذه المنطقة وهذه الجبهة تحديدا التي ممكن أن تتطور بشكل خطير للغاية وعلى هذا الأساس يبدو أن إسرائيل تعمل ليس فقط لإضعاف حزب الله والفصائل المسلحة المقربة من إيران الموجودة في سوريا وإنما أيضا من الممكن اعتبار أن هذه المنطقة هي منطقة لتشتيت الجبهات إسرائيل تحاول تشتيت الجبهات أضعاف كل هذه الأطراف وذلك لاستغلال الخطة الأساسية أو لتطبيق الخطة الأساسية الخاصة بإسرائيل ألا وهي عملية عسكرية مباشرة من قبل إسرائيل باتجاه جنوب لبنان لدفع حزب الله اللبناني على مسافة عشر كيلومترات حتى يصل هذا الحزب إلى خلف النهر الليطاني كذلك استهداف هذا المصنع إن كان خلف مسألة صواريخ بركان التي نتحدث عنها خاصة وأن الضربة الإسرائيلية كما تحدثنا جاءت متزامنة مع استخدام هذه الصواريخ تجاه هيئة تحرير الشام قد يكون أيضا لمنع هذه الفصائر المسلحة وحزب الله من إمداد حزب الله اللبناني الموجود داخل لبنان بهذه الصواريخ خاصة وأن إسرائيل تستهدف صواريخ بركان ومصانعها والبنى التحتية الخاصة بها في جنوب لبنان لإبقاء حزب الله هنا ضعيفا للغاية من أجل تحقيق التقدم المطلوب خاصة وأن صواريخ بركان التي نتحدث عنها أحدثت ضررا كبيرا بالثكنات العسكرية الخاصة بالجانب الإسرائيلي قبل ستة أشهر على سبيل المثال فكانت برانيت دمرت بأربع الصواريخ فقط من هذه الصواريخ وضعت وحققت دمارا كبيرا في اليومين الماضيين أيضا فكانت جيبور في كريات شمونة دمرت بعدد من هذه الصواريخ حزب الله أسقط أيضا طائرات مسيرة مهمة بالنسبة للجانب الإسرائيلي كما تلاحظون في الثمانية وأربعين ساعتنا الماضية نتحدث عن هيرمس تسعمائة هذه الطائرة مسيرة قادرة على التحليق لمسافة أو لمدة ستة وثلاثين ساعة تقريبا وعلى ارتفاع ثلاثين ألف قدم وهي متخصصة في عملية الاختيال والاختيالات التي تتم ضد قيادات حزب الله اللبناني في جنوب لبنان ولديها أجهزة استشعار ورادار كبيرة للغاية ولديها الكثير من الخصائص المهمة للغاية الآن حزب الله قادر على إسقاط هذه الطائرة وأسقط العديد والعديد من هذه الطائرات المسيرة وكذلك لا بد من الانتباه أن حزب الله اللبناني قد صعد كثيرا من استهدافاته نهاية الشهر الماضي كما هو ملاحظ مقارنة ببداية شهر مايو كما تلاحظون مع تصاعد الوضع في مدينة رفح مع التقدم الإسرائيلي ودخولهم باتجاه تل السلطان وتشدد أو اجتداد المعارك في تلك المنطقة لاحظ أن حزب الله قد صعد بشكل كبير وهذا يعتبر نسبة تصعيد كبيرة للغاية من حزب الله اللبناني مقارنة بأي فترة شهدناها منذ السابع والثامن من أكتوبر العام الماضي حتى يومنا هذا وأيضا تلاحظ بأن حزب الله اللبناني أيضا بدأ يصعد من استخدامه للطائرات المسيرة في الفترة الأخيرة وبأن هذه الاستخدامات بدأت تقترب من كمية استخدام حزب الله للصواريخ المضادة للدروع ونلاحظ أن لا زالت الصواريخ الخاصة بحزب الله هي التي تهيمن وهي التي تعتبر الأساس في عملية هذه الاستهدافات لكن تراحظ أن مسألة تصعيد بالطائرات المسيرة هنا هي مسألة مهمة واستراتيجية للغاية هو الأمر الذي دفع إسرائيل طبعا بتوجيه كل هذه الضربات العنيفة في الاثنين وسبعين ساعة الماضية على الحدود في جنوب لبنان كما تلاحظون كل ما هو قادم باتجاه الجليل الأعلى أو الشمال الإسرائيلي هم يستهدفون هذه النقاط حتى في العمق في لبنان كما نلاحظ يحاولون الضعاف قدر الإمكان حزب الله اللبناني وأيضا ترى بأن هناك نوع من الأشكال أو شكل الجديد لهذه الاستهدافات أن هناك حرق للمناطق الزراعية الموجودة إلى جنوب لبنان يبدو هي لإخلاء المنطقة جعلها أكثر وضوحا وأيضا لإخلاء الألغام الموجودة في هذه المناطق كذلك ممكن لأي استهداف أن يستهدف أي لغمة في هذه المنطقة يؤدي إلى عدد من الانفجارات وبالتالي إخلاء المنطقة لتهيئة الأرض للتقدم الإسرائيلي ويدعوت أحرنوت بالإضافة إلى إزرائيل ريدار وعدد من المصادر الأخرى أكدت بأن لواء جولاني الإسرائيلي الآن يناور ويستعد من أجل أولا القتال في الأراضي الإسرائيلية في حالة كانت هناك مفاجأة من حزب الله اللبناني تحديدا من القوات الخاصة به للتقدم أو مباغتة الجانب الإسرائيلي في داخل إسرائيل أنهم سيقومون بعملية مواجهتهم وكذلك يتهيأون في مسألة مواجهة أيضا خطف الجنود وكذلك يقومون بمناورات للقيام بعمليات في داخل جنوب لبنان لمواجهة أيضا حزب الله اللبناني كذلك أن جزء من هذه الاستعدادات والمناورات تتم أيضا في اليونان في عمليات تزويد الوقود لمائة وثلاثين طائرة حربية إسرائيلية كبداية لعملية التصعيد بضربات كبيرة جوية ثم يأتي تقدم الإسرائيلي في نهاية المطاف لكن الجيش الآن يبحث عن موافقة من مجلس الحرب الإسرائيلي أو حكومة الحرب الإسرائيلية للبدء بتنفيذ ضربات جوية كبيرة لأن الجبهة متوقفة حزب الله لا زال يحقق ما يريده في هذه المعركة وتبدو الأرض الآن نوعا ما مهيئة أكثر لإسرائيل وللجيش الإسرائيلي للبدء بالتقدم خاصة وأن القطاعات الإسرائيلية أصبحت متهيئة بشكل أكبر في هذه الفترة للقيام بهذه العمليات على مستوى جنوب لبنان بالدرجة الأساس وبالتالي ننتظر ونرى كيف ستتطور الأمور لكن التطور على الساحة السورية هو تطور الأكبر الآن خاصة منذ العشرين من مايو حتى يومنا هذا ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة